هلا طلاب شخباركم إن شاء الله تكونون بخير إن شاء الله تكونون مستمرين ويايا درس درس اليوم طبعا حضايبي عدنا درس جديد ومو جديد بنفس الوقت اللي هو التحليل في الأعداد المركبة طبعا اللي قاري ويايا من الأساسيات لازم يعني بكل فيديو لازم أقول لكم الأساسيات اللي قاري ويايا من الأساسيات راح يعرف أنه بالأساسيات بالفيديو رقم أربعة احنا أخذنا التحليل بس في R في مجموعة الأعداد الحقيقية اليوم احنا راح ناخذه في C راح ناخذ التحليل وين في الأعداد المركبة اللي هي مني اللي هي C طبعا انت هسا راح تسأل مباشرة زين هو أكو فرق بين التحليل في R في مجموعة الأعداد الحقيقية والتحليل في C صراحة فروقات بسيطة جدا يعني أكو بعض الأشياء كانت ما تتحلل طبعا أكيد أنتو إذا درسينوا يا أنا الأساسيات راح تتذكر الأشياء اللي ما تتحلل وهنا راح نحللها يعني بعض المشاكل حتصادفنا هنا ونحاول نحلها فكطرق تحليل رئيسية ما راح تتغير أسمائها هي هي اللي ما أخذها قبل اليوم تنعاد عليك وإذا أنت مضبطها هناك فاليوم إعادة عليك وراح تخليك تضبط الفصل الأول وتحب الأساسيات أكثر وتروح تقراهن أكثر حتى ما تواجه مشكلة بأي درس إصادفك بالمنهج بالمنهج ها لأن الأساسيات ما تابعات الفصل المعين تابعات الكل الأفصل على كل حتى ما أطول وياكم راح نعيد لكم طرق التحليل واللي بيها مشاكل راح نوقف عدها ونذكر الفرق شلون شننا نحللها قبل واليوم شلون فمثلا الفرق بين المربعين هي أول طريقة من طرق التحليل الفرق بين المربعين أريد أكتب هنا المربعين تمام هاي أول طريقة من طرق التحليل وكانت تقول أنه لازم عندنا مربع أول ومربع ثاني وبيناتهم فرق من اسمها لأنه الفرق بالرياضيات يعني ناقص فهنا راح نجي نحلل ونسويها قوسيا وهاي قلنا لكم عليها متطابقة يعني ما راح تتغير تحليلها اللي يعرف القاعدة يقدر يحل الـ X تربيع قلنا لكم لازم نكتبها X في X والناقص قلنا لكم أكيد ناقص في زائد أو زائد في ناقص ما راح تفرق قاعدنا والـ Y تربيع Y في Y مثل ما تعرفون هاي هي الفرق بين المربعين وحتى بوقتها قلت لكم أنه احتمال يصادثني الفرق بين المربعين بالعكس تجيني أقواس محللة وأنا أرجعهم مباشرة الأصل هين أصل هين هو فرق بين المربعين فتلقاني قبل أكشفهين وأرجعهم الأصل هين فرق بين مربعين هذا لأن أنا أعرف تحليل هين فأكيد لما يجني محللات أنا راح أرجع هين الأصل يقول لي الفرق بين مربعين استاد ما عدنا مشكلة بيها يا رايت ما نطول بيها بس تنطينا كم مثال للتذكير وبالفعل هذا هو اللي راح نسويه لأنه بالفعل الطريقة درسناها قبل وأخذنا يمكن عليها عشر أمثلة تمام أما اليوم فأذكركم بيها تذكير فعدنا مثلا المثال الأول أكس تربيع ناقص تسعة يقول لي استاد هاي فرق بين المربعين فراح تصير عدنا الأكس تربيع أكس بأكس والناقص نكتبها ناقص في زائد أو زائد في ناقص ما عندي أي مشكلة والتسعة مضطار أكتبها ثلاثة في ثلاثة وممنوع أكتبها تسعة في واحد لأنه القاعدة تقول واي بواي وأكس بأكس يعني مو من حقك تجيب رقمين مختلفات بالفرق بين المربعين تمام المثال الثاني عدنا هنا مثلا أكس تربيع ناقص أربعة آية تربيع تقول لي استاد هاي هم فرق بين المربعين الأكس تربيع أكس بأكس والناقص ناقص بزائد والأربعة آية تربيع اثنين آية باثنين آية المثال الثالث مثلا عندك أكس تربيع ناقص ثلاثة تقول لي استاد هاي هم فرق بين المربعين فراح نكتبها اكس بأكس ناقص بزائد والثلاثة شون نكتبها إذا قلت ثلاثة في واحد غلط ومعناتها ما فاهم القاعدة ولم راجع الأساسيات بس إذا قلت لي جذرة ثلاثة في جذرة ثلاثة فأهنيك أنت مركز وجاي تفهم الفرق بين المربعين لازم ما أكتب العدد اللي هنا يختلف عن العدد اللي هنا لازم ثلاثة في ثلاثة أربعة في أربعة جذرة ثلاثة في جذرة ثلاثة هنا لثلاثة ما عندها جذر لذلك كتبتها جذرة ثلاثة في جذرة ثلاثة زين مثال رقم أربعة ساين تربيع ناقص كوساين تربيع تقولي استاد فرق بين المربعين الساين تربيع نكتبها ساين بساين والناقص نكتبها ناقص في زائد هم ناقص والكوساين تربيع كوساين بكوساين وطبعاً أحباي بهذا مثال رقم خمسة مثلاً أربعة ناقص آي تربيع تقولي استاد هاي هم فرق بين المربعين اثنين بثنين ناقص بزائد والآي تربيع آي بآي إذن هنا ما عندنا أي مشكلة وده تشوفون الأمثلة ما اختلفت عن الأمثلة القديمة واصلاً احنا الفرق بين المربعين دائماً شنا نقدر نحللها بكل المراحل الدراسية ثالث رابع خامس سادس أبقى أحللها في أي مجموعة العفو مو في أي مجموعة يعني في مجموعة منو في مجموعة آر تتحلل تمام؟ أما الطريقة الثانية بالتحليل اللي هي احنا نقول عليها مجموعة بين المربعين مجموعة بين المربعين اللي شكلها ما يختلف عن هذه غير بس بالإشارة يعني زائد موجودة بين مربعين اللي درس ويانا الأساسيات أكيد يتذكر أنه هاي الحالة الثانية أو الطريقة الثانية اللي هي مجموعة بين المربعين حيش ينال عنها بالأساسيات وقلنا عليها أنه لا يمكن تحليلها في مجموعة آر طبعا أكيد تذكر مية بالمية كلكم تذكرون إذن هاي في مجموعة الأعداد الحقيقية مش أننا نقدر نحللها ما راح تتحلل وبالمناسبة تراني بس عندي الفصل الأول أعداد مركبة باقي الفصول عندي كلها أعداد حقيقية يعني الفصل الثاني الثالث الرابع الخامس كلها أعداد حقيقية يعني هاي المجموعة مربعين حتبقى ما تتحلل بباقي الفصول بس إحنا كتبنا عليها بالأساسيات وقلنا أنه مجموعة المربعين لا تحلل في آر ما تتحلل في آر وتحلل في مجموعة الأعداد المركبة سي وين تتحلل في سي بس بوقتها كتبنا عبارة صغيرة وياها وقلنا أنه هي تتحلل في مجموعة سي بعد أن تحول إلى فرق لازم نحولها إلى شنو؟ إلى فرق بين المربعين لازم نحولها إلى فرق بين المربعين يعني المجموع في مجموعة الأعداد المركبة نقدر نحولها من مجموع مربعين إلى فرق بين مربعين زينستاد في مجموعة الأعداد الحقيقية في آر شعجب ما تقدر تحولها من مجموع إلى فرق؟ للأسف مجموعة آر ما بها هاي العدد اللي أنا أقدر أضربه بالحد الثاني بحيث أقلب الإشارة هاي هذا العدد اللي يقلب لهاي الإشارة هو فقط موجود في مجموعة الأعداد المركبة تمام؟ طبعا هسه المفروض إحنا هاي المجموع نحولها إلى فرق إذن المجموع بين مربعين لازم تحول إلى فرق لازم تحول إلى شنو فرق بين المربعين يعني لازم أحولها على هاي طبعا هاي بوقتها ما حاجة أنا عنها بس قلنا إنه هي ما تتحلل وانتظرونا في مجموعة سي حتى عود نحول للكم ياها من مجموع الفرق فاليوم إحنا في مجموعة سي يعني المفروض اليوم إحنا نحول هاي المجموع مربعين إلى فرق طيب شلون؟ قال راح نضرب الحد الثاني نضرب الحد الثاني اللي هو الواي تربيع نضربه بيمن قال بسالب آي تربيع طبعا الطلاب اعترضوا قالوا زين ليش بسالب آي تربيع زين ليش مو بسالب واحد ممنوع نضربه بسالب واحد زين ليش مو بسالب أي رقم ممنوع إحنا لازم نضرب الحد الثاني في مقدار قيمته واحد اللي قيمته واحد هو السالب آي تربيع لأن الآي تربيع قيمتها سالب واحد واني عندي سالب قبل هاي يقول لي استاد فعلا موجب واحد اذا انا لما اضرب في سالب اي تربيع وكأنما ضارب بواحد تعفون احنا ممنوع نضرب في شي اذا مو قيمته واحد بالنهاية تمام فاني هنا من جاي اضرب الواي تربيع في سالب اي تربيع انا ضاربها بواحد بس بنفس الوقت راح تتغير عندي الاشارة هاي من موجب الى سالب وبنفس الوقت الحد الثاني حيبقى مربع يعني يبقى بي تربيع ما يخراب اذا لذلك احنا هنا اضطرنا نضرب بيمن بسالب اي تربيع تعالوا بالله طلابي حتى نشوف اش راح يصير لما نضرب الحد الثاني بسالب اي تربيع تخيل سالب اي تربيع تنضرب هنا هاي الاشارة هتصير سالب وهاي الواي تربيع تنزل ويجب صفها اي تربيع اذا ضربناها بسالب اي تربيع اتغيرت عدنا من مجموع مربعين الى فرق بين المربعين وبعدها راح نقدر نحللها يعني الاكس تربيع راح نكتبها اكس باكس الناقص حنكتبها ناقص بزائد والواي تربيع اتغيرت لي واي بواي زين والآي تربيع آي بآي اذن طبعا انا ركزت على هاي ليش لانه هاي كانت بها مشاكل قبل وبوقتها ما يقدرنا نحللها اليوم في الاعداد المركبة يمكن تحويل مجموع المربعين الى فرق فلذلك علمتكم شلو نتحولونها فامثلة حبايبي فمثلا يعني خل نفرض ايجانة اكس تربيع زاد 4 تقول لي استاد هاي حاليا مجموع مربعين اعذرني ما اقدر احللها بس اذا انت بالاعداد المركبة احول لك المجموع مربعين الى فرق طيب شلون نحولها الى فرق راح نضرب خلي امسح هاي نضرب الحد الثاني هذا نضربها بسالب آي تربيع طيب لما نضربها في سالب آي تربيع حتتحول حتصير اكس تربيع ناقص اربعة آي تربيع وتحولت عندي الاشارة من مجموع مربعين الى فرق وهس اقدر احللها ليش لان هسا اني عندي فرق بين مربعين الاخس تربيع اكس باكس ناقص بزائد الاربعة آي تربيع اثنين آي باثنين آي طيب المثال الثاني مثلا اجانة اكس تربيع زائد تسعة آي تربيع يتقول لي استاد نفس القضية هنا انت عندك مجموع بين مربعين لازم نحولها الى فرق طيب شلو نحول المجموع الفرق يتقول لي نضرب الحد الثاني في سالب آي تربيع يا بل يش في سالب آي تربيع استاد لان قيمة واحد وهنا ما حد يقدر اعترض علينا لان احنا ضربينها في قيمة واحد اذا بعدها راح يتحول عندي مجموع المربعين الى فرق لانه هاي السالب آي تربيع منتو انظروا بالحد الثاني حتسويها سالب تسعة و آي تربيع آي تربيع بعدها راح تصير عندي فرق بين المربعين فراح يصير عندي اكس باكس ناقص بزائد ثلاثة و آي بثلاثة و آي تمام طيب المثال الاخر طبعا هي المجموع تعتبر نفس الفرق يعني بس مجرد الخطوة اللي لازم تفهمها انت هي ليش ضربنا بسالب آي تربيع وليش ما نقدر نحللها وهذه الاشياء اللي المفروض انت تفهمها طيب المثال الاخر اكس تربيع زائد ثلاثة تقول لي استاد ايضا ما اقدر احللها لان هاي مجموع مربعين طيب شلون نحولها الى فرق ضربها في سالب آي تربيع يعني هاي ايش راح تصير عندي راح تصير عندي اكس تربيع ناقص ثلاثة آي تربيع وبعدها راح تصير عندنا فرق بين المربعين عادي فنحللها اكس باكس ناقص بزائد والثلاثة جذر ثلاثة آي في جذر ثلاثة آي هاي الآي تربيع كتبناها آي في آي والثلاثة كتبتها جذر ثلاثة في جذر ثلاثة لان تعرفون استوني نبهتكم عليها هنا زين مثال آخر مثلا يعني خلينا نقول اجتنا اكس تربيع زائد اربعة واي تربيع ولو يعني بصراحة هذا المثال يشبه هذا ماكو داعي خلي بس نقول اكس تربيع زائد واي تربيع خوف اكس تربيع زائد واي تربيع نفس القاعدة والله عجيبة صدق خلي نغير خلي أجيب لكم المثال التالي كو ساين تربيع كو ساين تربيع زائد ساين تربيع تقول لي استاد هاي مجموع مربعين وهاي اذا انت تحب نحللها فلازم بالبداية تحول لياها من مجموع الى فرق طيب شلون تقول لي والله لازم هاي الاشارة تغيرونها لنا طيب شلون قال والله لازم تضربون الحد الثاني بسالب آي تربيع يعني راح تنزل الكو ساين تربيع نفسها هذا الحد الثاني ها أضرب بسالب آي تربيع حيصير سالب آي تربيع ساين تربيع الاكس طبعا يجوز تعترضون تقولون ليش الآي تربيع خليتها قبل الساين منها ما خليتها منك لأنه هناك موجودة الزاوية مالة الساين اللي هي اكس فأني ما ريد أخلي فتشي يمهى حتى ما بعدين يجي طالب ويقول هاي شنو الزاوية عدنا بيها آي لا زاوية ما بيها آي هي عبارة عن اكس كل الأحوال ما راح تفرق عدنا وراح نحللها طبيعي إذن كوساين بكوساين ناقص بزائد آي ساين في آي ساين إذن حبايبي هاي مراجعة للفرق بين المربعين ومجموع المربعين الجديدة عليكم هو تحويلها من مجموع إلى فرق فأوضحت لكم ليش ضربتها بسالب آي تربيع حصرا لأن قيمتها واحد تمام هسا نجي على ثالث طريقة من طرق التحليل اللي هي الفرق بين المكعبين ماشي طبعا الفرق بين المكعبين هي مثلا X تكعيب ناقص Y تكعيب هش فرق بين المكعبين هذا مكعب أول وهذا مكعب ثاني طريقة الرابعة مجموع بين المكعبين وأكيد حبايب تذكرون هنذول لما شرح نالكم إياهم بالأساسيات بالفيديو رقم أربعة بالتوصيل الممل فرق بين المكعبين ومجموع المكعبين وضحت لكم أنهم اثنين يتحللون فرق تتحلل والمجموع تتحلل عكس المربعين المربعين الفرق تتحلل المجموع ما تتحلل ألا تحول إياها إلى فرق اثنين هم يتحللون وبنفس القاعدة قاعدة أيضا هاي إعادة لكم قلنا لكم قوس صغير وقوس شبير تخيل إذا أنت ضابط طرق التحليل اليوم الدرس ما تقرأ ما تقرأ بس تركزي على هاي السال فسالب آي تربية لا إذا ما قادي تلقاك تقرأ كل عقلك هنا بالفرق بين المربعين روح ضبطه هناك وتعال أنا أقول لك زين قوس صغير وقوس شبير هذا فتش خاص بالمكعبين سواء مجموع أو فرق قوس الصغيرون قلنا لكم أنه نخلي به جذر الأول طبعا الجذر التكعيبي للأول يعني مثلا الأكس تكعيب أكس والإشارة معرف أخلي موجب أو سالب حسب اللي تلاقيني إذن موجب أو سالب هنا جذر منه جذر الثاني هنا ديروا بالكم بالبداية لازم لازم القوس الصغير ينترس ينترس يعني تحلل أوكي هنا لا بالفرق بين مربعين حبايبي أنه إحنا نقول إكس هنا وإكس هنا دير بالك هنا بالمكعبين ما فأنت لازم بالبداية تاخذ إكس تاخذ واي مثلا بعدين عندك فتقاعدة ثابتة على القوس الشبير تطبقها طبعا القوس الشبير دائما يعتمد على القوس الصغير الشهر روح نسوي للقوس الصغير نقول الأول تربية الأول تربية عكس الإشارة عكس الإشارة الأول في الثاني بدون بدون اثنين يعني ما بيها اثنين في الأول في الثاني لا بس بس الأول بالثاني دائما موجب الثاني تربية إذن هي هاي المكعبين طبعا راح تبليزين استاد هاي معناتها ما بيها مشاكل صراحة بيها شوي استاد لازم تحل هاي المشكلة طبعا لا تخاف هسه آني أوضح لك بس خليني أجي آخذ بالبداية مثال أول عادي يعني مثلا اكس تكعيب زاد ثماني باوع هسه هاي مبينة هي مجموع مكعبين لأن الثمانية مكعب والأكس تكعيب مكعب فقوس صغيرون وقوس شبير صح القوس الصغير بالبداية هخلي بيه اكس أكيد والموجب أكيد أنزلها والثمانية جذرها التكعيب اثنين صح لأن احنا قلنا لك هنا تاخذ الجذر التكعيب للأول جذر التكعيب للأكس تكعيب اكس والجذر التكعيب للأثمانية اثنين الإشارة تنزل بعدين القوس الشبير حباي بيه على القاعدة هاي نطبق راح نقول الأول تربيع يعني اكس تربيع عكس الإشارة الأول بالثاني اثنين اكس دائما موجب الثاني تربيع اربعة قاعدة ثابتة تطبق عليه يعني هاي ما ردك تنساهل بصراحة هوايا راح تلاقي مستقبلا حتى بالفصل الرابع هم تجيك يعني كل الأفصل فكل اكس تكعيب ناقص 27 تقول لي ستاد هاي هم بها مشكلة ستاد ترى احنا بالمكعبين المجموع والفرق نقدر نحللهم فماكو داعي تكرار الأمثلة خصوصا انه احنا بالأساسيات هوايا حلينا عليها أمثلة مايخالف مايخالف ويايا انتو بس هنا اكس احنا ناقص 27 ثلاثة حسا مربع الأول اكس تربية عكس الاشارة زائد الأول بالثاني ثلاثة اكس دائما موجب الثاني تربية احتساس تقول لي ما عندنا اي مشكلة حلو زين تخيل يجيك هذا المثال اكس تكعيب ناقص 8 اي تقدر تحللها تقول لي شوف واني بالنسبة للاشارة ما عندي مشكلة بيها هنا بالمكعبين الفرق تتحلل والمجموع تتحلل بس هنا اكو خلل شنو الخلل استاد اكو خلل هنا الحد الثاني الآي مالتو متكعيب زين ليش لازم تصير تكعيب استاد غير انت جاي دقول مكعبين يعني هنا لازم الآي تكعيب هنا هو خربط عليك الحد الثاني يعني هسه هذا الآي لو مكاتب ما عندي مشكلة احللها عادي بس خلالي بالحد الثاني فد شي مو تكعيب فلازم هنا شنسوي لو نخلص منه لو نسوي تكعيب شوي ركز وياه هنا لو نخلص منه لو نسوي تكعيب تخلص منه ما تقدر خلي يحشي لك يا همين من الأخير لازم هاي الآي تسوي لها تكعيب لازم طبعا احنا منين نجيب هاي السالفة نروح نفس القضية نضرب الحد الثاني بسالب اي تربيع ليش بسالب اي تربيع تقول لي ان قيمتها واحد استاذ وبنفس الوقت اذا ضربت بالحد الثاني تسوي هاي لاي تكعيب يعني يعني باو علي هاي اكس تكعيب نزلت هاي سالب ثمانية اي نزلت الحد الثاني يتم ضربه يتم ضربه بسالب اي بس انتبه ولي رحم والديك اعرف ليش ضربنا الحد الثاني بسالب اي تربيع يعني لو كانن الحدي عاديات ويتحللين ماكو داعي بس هنا بتلك هاي الاي لازم اصاعد الاسمالتها واسوي تكعيب لازم طيب شلون نضرب الحد الثاني بسالب اي تربيع وياي هاي الاكس تكعيب هتنزل سالب اي تربيع في سالب ثمانية اي موجة بثمانية اي تكعيب هس اش صار صار مجموع مكعبين نقدر نحللهم لولا طبعا زين شلون قوس صغير وقوس شبير تمام هس اللي شار اصد صار زائد خلي تصير زائد بالمكعبين انا ما اهتم للاشارة ابد انا اللي همني انه الحدي مكعبين باوع الاكس تكعيب اكس زائد هنزل ها الاثمانية اي تكعيب اثنين اي باوع اثنين اي ليش لانه اي تكعيب جذرها اي خلاص بعد نطبق القاعدة الاول تربيع عكس الاشارة الاول بالثاني اثنين اكس اي دائما موجب الثاني تربيع اربعة اي تربيع طبعا هسا واحد يسألني استاد هاي اي تربيع سويها سالب واحد وضربها بالاربعة اي نعم انت عود تسويها الثاني هنا بس داع المك على التحليل ان شاء الله بالدرس الجاي هوضح لك شلون تجي هاي التحليل بالاسئلة وشقد راح تفيدك استاد شبيك استاد هنا الحد الثاني هم ينبي هاي زين اش راح تسوي لها استاد لازم اضربها بمن تضربها اضربها بمن بمن بسالب اي تربيع ليش استاد على مودة سويها تكعيب هنا حلو اذا نضربها بسالب اي تربيع لان قيم تواحد باوع هاي الاكس تكعيب هتنزل سالب اي باوع سالب اي في 125 اي سالب 125 اي تكعيب طبعا هنا راح احلل لان انحلت المشكلة مالتنا قوس صغير وقوس شبير باوع اكس ناقص 5 اي بعدين قوس الشبير نعتمد على القاعدة الاول تربيع عكس الاشارة الاول بالثاني 5 اكس اي دائما موجب الثاني تربيع 25 اي تربيع اتمنى حبايب تكونوا فهمتوا وما حفظتوا اللي يفهم شلون ما يتغير علي السؤال يقدر يجاوب بس اللي حفظ لا احتمال يعني بصراحة ما رأي طلاب قبل مرات هي فرق بين مربعين القاء للطالب ضاربها بسالب اي تربيع يابل يش ضربتها بسالب اي تربيع ستاته موضوعنا اليوم مو نضرب فيه سالب اي تربيع لا موضوعنا مو هذا موضوعنا هو تذكير طرق التحليل وحل مشكلة الحدودية اللي ما تتحلل زين مشكلة المجموع مربعين انه قبل ما كانت تتحلل فلازم احولها الى فرق نضربها بسالب اي تربيع يعني السالب اي تربيع حلت لي مشكلة حلت لي مشكلة مو تجي تخرب علي يعني تخيل تخيل فرق بين مربعين تجي هو يجي يضربها بسالب اي تربيع ويقوم يحلل تخيل يعني تخيل فلازم يتركزوا يعني مثلا اجتني هاي هاي تتحلل هاي مكعب وهاي مكعب اجتني هاي تتحلل شوية وياه اجتني هاي مثلا اكس تكعيب زائد اي تكعيب هاي تتحلم ما بيها مشكلة اجتني اكس تكعيب زائد آي بس اقول لا هاي الحد الثاني بي مشكلة شنو المشكلة مو تكعيب زين شون تسوي تكعيب تضربة بسالب آي تربيع هاي هاي السالفة وقال علينا طريقتين نذكركم بيهن اللي هنه التجربة والعامل المشترك ونفس الوقت يعني راح تشوف اذا صارت اكو مشاكل بالتجربة لو ما تصير يعني احسا فرق بين مربعين ما صارت بيها مشاكل اصلا المكعبين صار بيها مشاكل والمجموع مربعين حلينا المشكلة القديمة اللي هي مشكلة المجموع شون نحولها الى فرق طبعا طلابي هسا ناخذ خامس طريقة من طرق التحليل اللي هي التجربة طبعا التجربة ايضا حيشيناها بالاساسيات وقلنا انه هي حدود ثلاثة حدود ثلاثة وقلنا انه عدها اكثر من شكل اذا تذكرون فمثلا عدنا الشكل الاول يكون بهالترتيب هذا قلنا انه هاي نسميها تجربة من النوع الاول واكو تجربة من النوع الثاني لكنه حقيقة هنا بموضوعنا اللي تخدمنا واللي راح تجينا هي التجربة من النوع الاول راجع طرق التحليل حتى تربطوا شوية ويا موضوعنا لهم هذا اذا ما مراجع ها اما اذا قارية فماكو داعي اكيد شوفوا حبايبي هنا طبعا بالتجربة احتمال ليجيني مثال عادي يعني هسا مثلا هاي تجربة عادية ما بيها اي مشكلة حتى اي ما بيها بصراحة اني لمن اشوف اكو اي بالموضوع شوية اشك انه هذا الموضوع لدخل بيمن بالاعداد المركبة حاليا يعني هسا مثلا هاي اذا جدتك شون تحللها تقول لي استاد عادي الاكس تربيع اكس باكس ناقص انزلها مثل ما متفقين بتحليل التجربة والقوس الثاني هنضرب الاشارتين ناقص بالزاد ناقص الاثنين اثنين في واحد عادي جدا نحب نجرب لازم نضرب قريب في قريب حيطلع سالب اثنين اكس بعيد في بعيد سالب واحد اكس هنا ما عندي اي مشكلة طلع عندي لحد الوسط بدون اي مشاكل تمام المثال اللي طبعا راح نحله احنا هسا خلينا اخذه من الملزمة طبعا كيد الملزمة يمكن حبايبي مثلا زت تربيع ناقص ناقص عفوا ناقص اثنين زت اي زاد ثلاث هسا هاي تجربة اي واحد يباو عليه يقول لستاد هاي بيها مشكلة يا بشن المشكلة الموجودة بيها يقول لستاد الحد الوسط بي اي وانتش دخلك بالحد الوسط انت متدري بالتجربة احنا ما لنا دخل بالحد الوسط انت متدري بالتجربة احنا نحلل بس الاطراف تقول لستاد على عيني وراسي بس الحد الوسط انت راح تطالبني بيه بالاخير راح تقول لي هذا الحد الوسط شو ما طلع زيني شلون اقدر اطلع الحد الوسط استاد وانت زارع لي بنصة آي شلون ما تفهمني يا على اقل خلينا هنا فد آي فد شي حتى نقول لك يا بورا شوية نقدر نطلع لك الحد الوسط فهي شنوع من التجربة اذا صادفك بمشكلة مية بالمية شلون نحل المشكلة تقول لي استاد اكيد راح نضرب الحد الاخير بسالب آي تربيع طبعا انتو عرفتوا بعد قيمة السالب آي تربيع واحد فماكو احد راح يعترض وبنفس الوقت نفس الوقت احنا لما نضرب بسالب آي تربيع راح يطلع لنا الحد الوسط لما نجرب فخلونا نشوف اش راح يصير زت تربيع ناقص اثنين زت آي نزلت هاي صارت سالة بثلاثة آي تربيع حس نجح نحل العادي بالتجربة فالزت تربيع زت بزت ناقص انزلها ناقص بالناقص موجب الثلاثة آي تربيع منين جايتني ثلاثة آي في واحد آي يعني ثلاثة آي في آي خلونا نجرب قريب في قريب سالب ثلاثة آي زت بعيد في بعيد موجب واحد آي زت صح لان آي في زت زت آي او آي زت عادي هنا راح نطرح يطلع لنا سالب اثنين زت آي شوف اذا احنا هنا حللنا بكل بساطة المثال الثالث والاخير لان التجربة هاي مشكلتها الوحيدة اذا اجدتك بدون الآي فهاي ما بها مشكلة اذا ايجاك بالنص آي فاعتبر انه هنا اكو مشكلة ولازم انت تحللنا ياها طيب المثال الثاني المثال الثاني نفس القضية حبايبي اكو آي بالوساط شلون ننحلها يا بي قال نضرب الحد الاخير بسالب آي تربيع لانقيمتها واحد طبعا هو احنا اليوم اصلا الدرس كله ترى بس جبنا هاي الشغلة الجديدة سالب آي تربيع تمام اذا راح تصير عندي واي تربيع ناقص اربعة واي اي وسالب آي تربيع في خمسة سالب خمسة آي تربيع وبعدها انحل العادي واي بواي سالب نزلها السالب في السالب موجب موجب خمسة آي تربيع خمسة آي في آي اذا تحللت وتقدر تروح تتأكد عن طريق قريب في قريب وبعيد في بعيد طريقة الاخيرة حبايبي هي العامل المشترك وبصراحة ما بي اي مشاكل ما بي اي مشاكل تقريبا يعني فطبعا كشرح للعامل المشترك شارحينه بالاساسيات بالفيديو رقم اربعة اخر طريقة طبعا هم السادسة انا هنا بس مجرد انطيك امثلة مثلا مثلا اثنين اكس تربيع زائد اثمانين لما نسألك اقولك يا ابا هاي شون تتحلل تقولي ترى استادم بينه اكو عامل مشترك منو الاثنين اذا نسحب الاثنين يبقى عندنا اكس تربيع زائد اربعة بعدها صار عندي مجموع مربعين يعني رجعنا للقديم مجموع المربعين نحولها الى فرق يعني هاي راح تصير عندك اكس تربيع ناقص اربعة اي تربيع بعدها تقولي استاد عادي راح احلل باستخدام الفرق ناقص بزائد اثنين اي باثنين اي يعني العامل المشترك حبايبي ما راح يواجهكم ان شاء الله بها اي مشكلة مجرد تحلل بالبداية عادي حسب معلوماتك القديمة مثلا ثلاثة اكس تربيع زائد سبعة وعشرين نفس القضية ثلاثة عامل المشترك ناحي يبقى ان اكس تربيع زائد تسعة وبعدها صارت عندك مجموع مربعين لازم نحولها الفرق يعني راح تصير شون نحولها الفرق شلون شلون تقولي استاد غير فهمناها نضرب في سالب اي تربيع يعني راح تصير ناقص تسعة اي تربيع بعدها الثلاثة تنزل واحل العادي اكس باكس ناقص بزائد ثلاثة اي بثلاثة اي انتظرونا عالدرس الجاي لانه راح حللكم امثلة وهواية ونستخدم بيهن ذول الطرق وبشنو يخد مني وشلون راح استفاد من عدن تمام لان اكيد مو معقولة راح تجيك هاي الاسئلة بالامتحان الوزهري لا هاي تجيك ضمن الاسئلة الكوبرا لذلك راهزين واعتني بيها وراجع الاساسيات بالسمرار والتزم بالجدول ويانا وشارك الفيديو ويا كل اصدقائك اشتركوا في القناة